ما هو الخشوع؟ الخشوع هو السكون عدم الحركة أولى طريقة الخشوع هذه أن تسكن والتكبير إذا أردنا أن نأخذ بالخشوع يكون بالسكينة الله أكبر بطيء في تكبيره بطيء في ركوعه الله أكبر البعض خاصة في السجود والله لما أصلي بالناس سبحان الله عين الله عز وجل خلق العين أنها ترى الزوايا وأنا أهوي للسجود بعضهم يسبقني في الهوي كأنه طير جارح إلى فريسته يعني في مشكلة كبيرة جدا في السرعة في الهوي إلى السجود الأمر الثاني غير من صلاتك بالأذكار التي تقولها في الصلاة يعني استفتاح الصلاة البعض سبحانك الله ومحنه وتبارك يسمه تعالى جدك ولا لأغيرك فقط انتهى يوجد وجهة وجهية للذي فطر السماوات والأرض فيه الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسمحان الله بكرة واصل في التكبيرة الأحرام يعني شوف كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة بشكل عجيب تأمل مرة هنا مرة هنا حتى في وضع اليمنى على اليسرة تستطيع القبض تستطيع بدون قبض التحيات التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك يومي في الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم في السورة التي تقرأها بعد الفاتحة البعض عند عقد مع سورة الإخلاص والكوثر لا يغيرهما في بعض السور في ترك حقيقتين اقرأ القدر العلق أن الصلاة أصبحت آلية أنت تكرر صلاتك نفسها ببضل أرسيكم بكتاب كتيب كتيب صغير ألفه مؤلف كريم اسمه الشيخ طارق القطان اسمه التنويع في أذكار الصلاة جمع فيها الروايات الصحيحة فيما ورد في أذكار الصلاة جزاكم الله خير